يعيش الإيرانيون لحظات حاسمة لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات توصف بالانتخابات المبكرة حيث يتنافس خلالها ستة مرشحين وذلك بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بعد تحطم مروحيته في محافظة أذربيجان الشرقية في التاسع عشر من شهر مايو الماضي لكن كيف سيتم ترتيب المشهد الانتخابي في إيران وما أبرز الدوائر والمحافظات المؤثرة في عملية اختيار خليفة لإبراهيم رئيسي للإجابة على هذا التساؤل يتعين النظر إلى البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة إذ تصنف الدوائر بناء على عدد الناخبين والأهمية الاقتصادية والسياسية والتأثيرات الاجتماعية والثقافية في كل محافظة أو مدينة إيرانية تهران احتلت المرتبة الأولى في ترتيب المدن الإيرانية الحاسمة في تحديد نتائج الانتخابات باعتبارها العاصمة وقلب الاقتصاد الإيراني النابض إضافة إلى كونها أكبر المدن من حيث عدد الناخبين بواقع 9 ملايين و 815 ألف ناخب مؤهل للإدلاء بأصواته وفقا لآخر إحصاء خلال آخر انتخابات أجريت بعد ذلك نتحول إلى خرسان رضوي الواقعة في شمال شرقي إيران والتي أتت ثانية من حيث المحافظات الأكثر تأثيرا تعود أهميتها إلى كونها واحدة من بين أكبر معاقل التائرات السياسية الأصولية والمحافظة إضافة إلى وقوع مدينة مشهد ذات الأثر والبعد الديني الكبير لدى أبناء الطائفة الشيعية داخل حدود هذه المنطقة خرسان رضوي كما يوجد بها نحو 4 ملايين و 616 ألف شخص لهم حق التصويت بعد ذلك تأتي محافظة أصفهان والتي تلقب بقلب إيران النووي تصنف كواحدة من بين أكبر خمس محافظات إسهاما في الناتج الإجمالي لإيران وفق بيانات مركز الإحصاء الإيراني كما تعتبر العصب الصناعي والتكنولوجية في إيران وتشتهر تاريخيا بالغنى والتنوع الثقافي والهندسة المعمارية الفريدة التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الناخبين بواقع 3 ملايين و 634 ألف مواطن لهم حق التصويت تبريز تبرز هي من بعد ذلك كعاصمة لمحافظة أذربيجان الشرقية تحتل هي الأخرى مكانة بارزة ولها تأثير مقبول للغاية في نتائج الانتخابات هي ثالث أكبر مدن إيران من حيث المساحة بعد طهران ومشهد كما تشكل واحدة من بين أكبر أعمدة الاقتصاد الإيراني تشتهر بالأعمال التجارية والصناعية ويصل عدد الناخبين فيها إلى نحو مليون وثمانمائة ألف شخص بعد ذلك تأتي مدينة شيراز التي تقع في محافظة فارس وهي تعد سادس أكبر مدينة إيرانية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عدد من لهم حق التصويت قرابة مليون ونصف المليون شخص تعد كذلك المركز الاقتصادية لمناطق الجنوب الإيراني يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على منتجات محلية بما في ذلك منتجات العنب والأخشاب والأقطان والأرز وكذلك بعض الصناعات كالأسمنت والأسمدة والمعادن والسجاد هذه انتخابات لا يبدو أنها كسابقتها صحيح أن نتائجا لن تغير بصورة كبيرة في فلسفة إيران الإقليمية لكن الإيرانيين وربما حتى الإقليم بأكمله ينظروا إلى هذه الانتخابات باعتبارها قد تحمل مؤشرات مختلفة